شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظات عدة وقال شهود لقائناة بلقيس إن الغارات استهدفت تجمعاً وآليات عسكرية للميليشيا بالقرب من نفق الشريجة في لحج وفي ذمار استهدفت الغارات معسكر التدريب التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقاً في المدينة وكذا مواقع بمدرسة الشرطة الواقعة في منطقة قرن ذمار وفي الحديدة قصفت الطائرات مواقع للميليشيا في مديرية الضحي بالإضافة إلى مواقع في منطقة القتب بمديرية نهم صنعاء ترجمة نانسي قنقر